هذه الديار ديارنا ولنا فيها دين ومعتقد القدس ما خنعت يوما لمقتصب وبداره ما فرط الأسد هذا الجيل الذي يقولون عنه جيل التوكتوك وجيل الفيسبوك وهذا الجيل هذا الجيل افتحوا لهم الحدود الآن وسنصلي الجمع القادمة في المسجد الأقصى افتحوا لهذا الجيل الحدود الآن افتحوا لهم الحدود افتحوا لهذه الشعوب الحرة افتحوا لها الحدود وأقسم لكم بالله ثلاثا أنكم ستصلون الجمعة القادمة في المسجد الأقصى اليوم وقفت غزة لتجمع بين آيتين عظيمتين بين آية كتب عليكم الصيام وبين آية كتب عليكم القتال غزة اليوم وقفت لتجمع بين جهاد النفس وجهاد العدو غزة والقدس وقفت اليوم لتجمع بين محراب رمضان وبين بندقية الجهاد غزة التي وقفت لتنوب عن اثنين مليار مسلم ولتدفع صدقة الفطر بجهادها وتدفع زكاة الرد عن مليار ونصف مسلم غزة التي خلال يومين جعلت أربع مليون صهيون تحت الأرض غزة العزة وعليك مسلم أن ترفع رأسك اليوم غزة التي في خلال يومين أوقفت وأغلقت غلاف غزة كله وأغلقت شواطئ عسقلان وزكيم غزة التي أوقفت حركة القطارات غزة التي غيرت حركة الطائرات في مطار بن بريون غزة التي أعلنت حالة التأخب في المستشفيات غزة التي جعلت نيتنياهو وهو يقود المجلس المصغر وهو يجتمع على مدار الساعة كل هذا صنعته غزة غزة اليوم وقفت لتدافع عن كرامة هذه الأمة لسان حالها إن ألف قديفة إن ألف قديفة من كلام لا تساوي قديفة واحدة من حديد